بسم الله الرحمن الرحيم ده الجزء الثالث والأخير من مناشتنا للكربوهيدريد كيميستري حنتكلم عن البوليساكرايدز وزي واضح ما ده اسم ان هي مكونة من العديد عادة عنه لنا اكتر من عشر يونتز من المونوساكرايدز ولو ابتدينا بالديفينيشن بتاعها التعريف ايه يا البوليساكرايد كربوهيدريدز كونتينينج مورزان تين مونوساكرايد يونتز وزي ما اتفاعلنا الهيدروليس نقصد به ايه كيميكال بريكداون مع كومباوند او كومباوند ديوتو ري اكشن وزوطر اذا حصل تفاعل مع الماء المركبات ده بتنتج ايه هو على اساس ده حينا اسم البوليساكرايدز لنوعين اتنين هومو بوليساكرايدز انا زي ما اتفاعلنا دايما الكلمات الكبيرة بقسمها باندرسكورد على اساس تبقى اوضح واكثر قابلية للنطو والتذكر هومو طبعا اتفاعلنا الهومو تعني ان هي متجانس او متماسل يعني البوليساكرايدز مكونة من نفس المونو ساكرايدز كلها مكونة من البوليكوس مثلا او كلها مكونة من الفركتوس دي الهومو بوليساكرايدز النوع التاني اللي بنوية عليه الكتيرو بوليساكرايدز وعلى النقيد منها الكتيرو بوليساكرايدز تكون مكونة من انواع مختلفة من المونو ساكرايدز حنشوفها مثالة لها كلها. لو ابتدنا بلهمة بولوساكرايتز انهيدوروليسز زي يلد زي سيم طايب مونوساكرايت. نفس النوع المونوساكرايت موجود فيها بنفس النوع ما فيش تغيير فيه. عندي فيه نوعين منها الاول هو الجلوكانز. الجلوكانز انهيدوروليسز جيفون لجلوكوز. جلوكوز يونتز. والامثالة بتاعتها الستارش اللي هو النشا. الدكسترين. الجلايكوجين ده الشكل المعروف في تغزين الجلوكوز في الجسم. والسيلولوز اللي هو من الاجزاء النباتية. دي الجلوكانز. النوع الثاني اسمه الفروكتانز. الفروكتانز ده انهيدوروليسز زي ده فراكتوز. والمثال بتاعه الانيولين. هنلاحظ حاجة طبعا في التسمية واضحة. جلوكانز من جلوكوز. وفراكتانز من الفراكتوز. هناخد فكرة عن كل نوع من الجروبز ديت. بالنسبة للستارش والدكسترين. موجودة في البلانتين. الستارش النشا. والدكسترين موجودة فين موجودة فيه البتاة بس. النترitional reservoir of plant cell. رباكتانز من جلوكوز. لا تستخدمه. كما لا يوجد فراكتانز من جلوكوز أو جلوكوز. انبوزاد وغروب. الموجودة في البلانتين من جلوكوز أحدث بانجاتها الحاسن. الفرصح والالفرصح والالفرصح. الستارش جلوكوز 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 يتوزز من دعوه. حاجة اسمها الاميلوز في الانر بارد والاميلو بكتين الاوتور بارد. الكلام ده معناه ايه. بالنسبة للإستارش مكون بيدخل فيه نوعين من الروابط. الرابط اللي هو الالفة وان فور وده بيبقى في اللينير دايريكشن ممتد في التجاه. وبعدين اه لو اه حصل له برانشنج سايد برانشنج بيبقى الالفة وان سيكس جلايكو سيديك لينجلج. ده دي نقطة. النقطة التادية ان الاستارش النشا موجودة على شكل حبيبات. الحبيبة دي لها تركيم معين بنجد الجزء الدخلي بتاعها حاجة اسمها الاميلوز. وجزء خارجي اسمه الاميلو بكتين. هنتكلم عليها بتفصيل اكدر. الاستارش هيدروليسيز. عندي طريقتين الهيدروليسيز. اما باستعمال الهايدروكلوريك اسد. ده حتنتج ايه? دي جولوكوز يونتس. ابسط ورحدات اللي نواها. او انزيماتك هيدروليسيز. بايه? الاميلوز المتخصص في النوع ده من الروابط. يلدينج اول داي ساكرايد زي الملتوس والايزو ملتوس. يبقى لو حصل تكسير لها بايه? اه 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 بتجيب اه تبقى منوساكرايد على شكل بولوكوز. اه الانزيماتك هيدروليسيز بيحولها من من بوليساكرايد دايساكرايد على شكل ملتوس او ايزو ملتوس. دي الاستارشي جرانيول. دي صورة فوتوغرافية لاهية. الحبيبات. الحبيبات دي بتبقى لها جزء دخلي وجزء خارجي. الجزء الدخلي حاجة اسمها الاميلوز. والتاني اللي هو الاميلوبيكتين. الفرق ما بينهم ان الاميلوز لا ينير. لا ينير يعني ايه? يعني ممتد في اتجاه واحد. بينما الاميلوبيكتين برانشنج. يعني متشعج زي زي الشجرة ما بيكون متشعبة في كذا اتجاه. الاستارشي جرانيول استراكشر عبارة عن ااميلوز. اه بتبكون حوالة 20% من الاستارشي جرانيول. اه لونج تشين او لينير بوليمر. بوليمر نقصد بيه ان هو اه وحدات متكررة متربطة من الجلوكوز. ونتنزم الفة وان المميز لها ان لو اضفنا ايودين بتاخد اللون الازرق. الجزء الخارجي عبارة عن ااميلوبيكتين. ااميلوبيكتين بيكون 80% من الاستارشي جرانيول. الفرق ان هو برانشي جرانيول. ومكون من ايه? عبارة من اشتين لتلاتين جلوكوزي ريزيديو بريتشين. على شكل سلاسل كل سلسلة من اشتين لتلاتين جلوكوزي يوليتس. اه النقطة او برانشينج is at alpha one six glycosidic linkage and give red to violet color with iodين. احنا اتفقنا one to four. ده اللي بيدي اللاينير جروس بتاع البوليمر او بتاع اليتشين. لو ما تيجي تعمل برانشينج بتعمل برانشينج من خلال البوليمر ايه? البيتشين للنظر التين عند البيتشين اا اا ا alpha one to six مش لفور. الشيء المميز هنا ان الاماملوبكوزي مع الايودين بيد كلوري اما يكون red او يكون violet او يكون احمر او يكون بنفسجي. اا ايه؟ ايه? الكورن اللي هو عبره عن الزرة آآ الكسافة ده نوع من النباتات موجود في مناطق بالتحديد يمكن في الدول الافريقية محددة بيعتبر وفي جنوب آآ في امريكا الجنوبية بيعتبر انك زي رئيسي زي الزرة وزي الامح بالنسبة آآ منطقة الشرق الافسط مسلا. لسويت بوتيتوس آآ هي بنقول عليها احنا في مصر بنقول عليها البطاطا الويت الامح والبوتيتو اللي هي بنقول عليها البطاطس اللي بتستعمل في الطعام غير التاني اللي بتستعمل سويت بوتيتو بتستعمل كصنف آآ حلويا. آآ ده الشكل اللي بعضها. البريت طبعا عشان الامح اللي داخل فيه. السيريالز آآ الباستة اللي هي الماكارونة طبعا لان فيها ويت آآ البوتيتوز البينز بقوليات آآ الرايس أو الرز كل دي موجود فيها استرش. آآ الاسترش جرانيو الاستراكشر دا اللي بيكلمنا عليه. الاميلوز اللي هو في السنتر بتاعت. او الانر بارت لينير جروس او لينير تشينج. سلسلة طولية. بينما الاميلو بكتين ده بيبقى عبارة عن برانش دي تشينز. متفرع زي ما شايفين كده. هنا بنعمل مقرنة ما بين الاميلوز والاميلو بكتين. زي ما قلنا الاميلوز في الانر بارت بيكون حوالي 15 و 20 في المية. اللي ينير تشين. البونز بتاعته الفة وانتو فور. وبعدين مع الايودين بيدي بلو كالر. بعكس الاميلو بكتين. على الاوتر موجود في الاوتر بارت. آآ النسبة بتاعته من تمانين لخمسة وتمانين في المية. اللي قلنا وانتو فور وبعدين وانتو سيكس. وبعدين والبونزة هي تقلنا وانتو فور والبرانشنج عند وانتو سيكس. وبعدين مع الاملين بيت. هنا هنتكلم على السلولوس ده مركب تاني من البولوساكرايدز او الهوم وبولوساكرايد وموجود فين موجود في النباتات برضو. بريزنت انبلانت. آآ عبارة برضو على لينير بوليمر او جلوكوز يعني مشابه للاميلوز من حيث انه كونه لينير. كومبوزد او دي جلوكوز يونيت كونيكتد او بي تا وان فور جلسيتيك بان. آآ هنا فيه فرق انتبه له. ان ان الانكيج او البوند او الرابط اللي موجود في في السلولوس بيتا وان تو فور. هناك كان ايه في الاميلوز كان الفة وان تو فور. وإلا لو كانت ممثلة لها كان بقى نفسا مركب. اللي الفرق اللي ما بينهم في نوع في نوع الرابط. ولو احنا الحضر منكم معايا الجزء الاول شرحنا عينيه الفة وعيني بيتا اللي يحب يرجع للجزء دامنا المحاضرة. وما قلنا ان الهيدروكسيل جروب في واحدة بتكون داون وفي التانية بتكون آآ بتكون آآ الجزء اللي كنا تحت عنوان الاستيريو ايزوميرزم اللي حب يرجع للنقطة دي دي بحيث يفهمها اكتر. آآ موجود من تلتمية. لالفين وخمسمية مولوكوز يونت بير مولوكيول. كل جزء في حوالي يوصل لغاية الفين وخمسمية آآ مولوكوز آآ مولوكيول. آآ المميز هنا ان البيتا بوند دي. نوت دي جيستد باي اميليز انزيم. ان ديت هنا بيشرح حاجة مهمة جدا. دايما نسمع وهتعرف ده لما تدرس آآ الانتهاز العظمي وهو آآ ان السيلولوز نوت دي جيستابول. في الهيومن. آآ سيلولوز البوند اللي فيه بيتا وان توفور. البيتا وان توفور. البيتا وان توفور بيعمل آآ كتلة او حجم بيزود حجم الفضلات الموجودة في الامعاء. او ده في حد ذاته له ميزة. الميزة ان هو ده بيساعد انه بيمنع الامساك. آآ وحتجد نصيحة دايما آآ ما بتتكلم مع مريض عنده آآ امساك لأسباب زي مشاكل بالنسبة للتغذية. بينصح ان نقول له ايه? خد فايبر. الفايبر بالتحديد نقصد فيه اطعامة فيها كمية من السيلولوز. وحنقول له ايه بعض الامثلة لها. ليه? لانه ما بيمتص ما بيهضمش ما بيمتصش لكن بيخلي حجم الاسطول اكبر وبالتالي بيزود البريستالزيس اللي هي التقالي للوصات اللي بيساعد على خروج الفضلات وبالتالي بي يمنع الامساك. آآ ميديم فور انتستينا الفولورا. which is important for vitamin b and vitamin g and formation. طبعا هنا بنتكلم على حاجة تانية ان وجود السيلولوز في الانتستين بيساعد على او موجود بيوجد مع بكتيريا هي موجودة كنورمال فولورا نقصد بنورمال فولورا نورمال انهابتان او حاجة بكتيريا موجودة في الانتستين في الظروف العادية بالعكس بتعمل دور كويس انتاج الفيتامينات زي الفيتامين بي والفيتامين جين. ده دور تاني من من دور السيلولوز. اي ضيات ريسورس بتاعة السيلولوز? اي مصادره في الاكل? حاجات زي اللي احنا شايفينها. وهنلاحز ان معظم معبارة مبين خضرات وخضروات ومبين آآ فواكه. دي اللي دايما عادة بننصح المريض اللي يعاني من امساك. آآ منقول آآ خد اطعامة فيها فايبر. ممكن حتى حتلاحز العنوان المكتوب على الصورة دي. فايبر. بالتحديد يقصد بالسيلولوز. لان زي ما قلنا مواصفاتهم ما بيمتصش. بيزود الباكوفستول بيزود البريستالزيس. هو بالتالي بيمنع الكونيستيبيشن. هنا بنعمل مقارنة بين الاميلوز والسيلولوز. ليه قارننا الاتنين دول ببعض. قارنناهم ان الاتنين مكونين من جولوكوز. انهما الاتنين لينير فورميشن. لكن في فرقات. نعرفها. اول حدى آآ الاميلوز طبعا ده اللي موجود في الستارش اللي موجود في النشا والسيلولوز. البونت الرابط الفا وان فور. بينهم الرابط في السيلولوز بيتا وان فور. دي بيتا وان فور غليكوسيتيك بوند دي ريجستانت تو وطر وبالتالي ما تقدرش ما تتفكش. آآ حتى فيزيائيا مع الوطر وبالتالي ما بدوش في المياه. ولو قرار ويت له في اللي ستارش. بينما بيكون هاي مع السيلولوز. الافكتو اضو مايليز انزيم. اللي ستارشي كان بي دا جيستد. لان الالفا وان فور غليكوسيتيك بوند. كان بي بروكن داون. ممكن تتكسر بالاميليز. اللي هو بنفس الوقت بيعجز عنه انه يكسر البيتا وان فور غليكوسيتيك بوند. وبالتالي مايقدرش يعمل ديزيشن. مايقدرش يعمل هاضم ليه او تكسير ليه السيلولوز. آآ البرشال هيدروليسيز. من اللي ستارش بيعمل الملتوس. زي ما قلنا الانزيماتك. زي ما بيحصل مع الاميليز. السيلولوز لو تحصل له تكسير بيوندك حاجة اسمها السيلوبيوز. هنا عن نتكلم عن مركب آآ الجلايكوشن. الجلايكوشن دا اهم جدا. آآ مركب منه الجلوكوز. وعادة لما نيجي نتكلم عن الزباضي آآ من الفود هو الجلايكوشن دا الفورم اللي الجسم بيخزن فيه الجلوكوز. طبعا الفكرة بسيطة جدا. ان الجسم بيحتاج لامداد دائم بالجلوكوز بينما الطعام بيتم تناوله في اوقات محددة. طيب ما بين الوقتي بايزا وقت الوجبات فيه وفرة من الجلوكوز. لكن ما بين الوجبات مفيش. بيتم بتخزين الجلوكوز على شكل جلايكوشن. عادة في الليفر وجزء في المصل. بحيس يتم بتكسيره ما بين الوجبات لانتاج جلوكوز اللازم. التحديد المخ بيحتاج جلوكوز بصفة دايما. فهمنا نقول ان ده النتريشن الريزير او ده بريزينت ان ليفر في الكبد. اه والمصل اف انيمالز. طبعا الجلايكوشن ده اللي هو موجود في الانيمالز. يقابل تقريبا اللي موجود في البلانت. برانش ديتشين بوليمر. يعني ازا هو اه اه هنا قال لك الاميلو بكتين. لانه برانش بنفس الطريقة. اه موجود من تمانية الاثناشر جلوكوز ريزيديو فورتشين. لما يتعمل له دوروليسس جيفز الفة دي جلوكوز يونت. مجاون من الجلوكوز. اه ده الاسترخشر بتاعه. شكله اه زريف الحقيقة. اه فيه بروتين في السنتر. حيزا اسمها جلوكوزينين. وبعدين البرانشنج تشينز دي. السلاسل دي كلها دي بتاعت الجلوكوز المتفرعة من السنتر ده وبطعيد بيه. بالشكل الدائري ده. وبقال هنا ان ممكن اه اه ال 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 الكمبليكس ده يحتوي ما يصل الى تلاتين الف جلوكوز يونت. يعني وملئ بالجلوكوز يونت. هنا بنتج نقارن الاميلو بكتين. فاكرين ااميلو بكتين اللي كان موجود في اه موجود في الاستارش. في الاوتر بارت من الاستارش جرانيول. اه حنقارنه بالجلوكوزين. انقارنه بالجلوكوزين ان اه اه برانشت تشينز. فعاوزين نشوف التماثل والفروق ما بينه. اه طبعا اول حاجة الاميلو بكتين اللي موجود في الاستارش ده في ال بلانت. بينما في الجلوكوزين موجودين انامالز. اه الحاجة التانية الطيب او بوند. اه في الاستارش في الاميلو بكتين اقصد بالتحديد. الفا وان فور. والبرانشنج عند الفا وان سيكس. هو نفس نفس الوضع اللي موجود في الجلوكوزين. الفا وان فور. والبرانشنج عند الفا وان سيكس. اه بعد كده الايودين هنا فيه فرق واضح. الايودين مع مع الاستار مع الاميلو بكتين بيدي فيولوت كالر لون بنفسيك زي ده. بينما مع الجلوكوزين بيدي ريت احمر. اه البرانشنج اقل في الاميلو بكتين. لكن مور برانشت في الجلايكوزين. المولوكرا ريت له في الاميلو بكتين وهير في الجلايكوزين. هنا اه خلصنا المركبات اللي هي الجلوكوكانز اللي هي مركبة من الجلوكوز زي ما قلنا الاستارش وقلنا الجلايكوزين. هنتكلم عن المركبات المكونة من الفراكتوز اللي بنو عليها الفروكتانز. هنشوف ايه الوضع بتاعها وايه اللي بيحصل بالنسبة لها. المركب اللي هنا مشهور منها اسمها الانيولين. وده موجود موجود في النباتات برضو. هنا الهيدروليس اللي بتاعه بيتا دي فراكتوز. ده عبارة عن رينير بوليمر فراكتوز عبارة عن سلسلة واحدة اه طولية بفشت الشعوبات. واضح هنا ان 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 البيتا ايزومر بتاع المونوسكرايدز. اه هو واضح ان البوند اللي بالوصف ده ما بتحصلهاش اه 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 وعشان كده بنجد ان هو وبنجد انه حتى ايبن. لو عدنا مرحلة الديجيشن والديناء انترافينيس نوت متابولايز. طب ايه الفايدة اللي حتيجي من استعماله. لو ميديكال ديوز في الانيولين في حقق منطقتين اتنين. الميجر منتق اوب جولوميولا الفلتريشن ريت. هتزنوت ابزوربت بيزارين الدوبيون. هو اللي لو عاوج عيس كمية افراز اه الفلتريشن ريت او معدل افراز بتاع الكلة. بيتم استعمال الانيولين لنفس المميزات. ان هو ببقى فلتر من الجولوميولاي. لكن ما بيحسب له او سيكريشن من خلال الدوبيون. ويقدر يدينا اياس دقيق لي الفلتريشن ريت. ده بالنسبة للكلة. ممكن بس تعمله. اه توميجر الاكسرا سيرل الفلوود فوليوم. على اعتبار ان هو بوليمر ما بيعاتيش داخل السنس يعني لو عملت له انشكشن بيتوزع في الاكسرا سيرلال سبيس. لكن ما بتخلش جوا السلسل وبالتالي اه بعمل الحاجة اسمها الديليوشن او الفيك برينسيبل. بستعمله ان اعمل اه تياس لي كمية الديليوشن اللي حصل له بالنسبة للدوز اللي اديتها ويحسب ان ديك سيرلال فلوودفوليوم. دي التركيب بتاع الانيولين. ودي امثلة للفوتس هاي ان انيولين. بتشمل الويت اللي موجود في الخبز. اللي من الامح طبعا. اه بتشمل اه اه الشيكوري. نبات موجود بعض الشيكوري العربي. بتشمل النوع من الارتشوك. هو الخرشوف. نوع خاصة منه حاسمها الجوريسلم هارتشوك. اه هو موجود بصفة طبيعية. لكن طالما نبضى جيستد ففي الغالب حيشتغل كفايبر. اه انكريزينج الفايبر كونتينت بتاع الفوت. زي نفس الكلام اللي وانا على السيليروس. اه النوع التاني اه بعد اللي هو مبولوسيكرايت اللي هو الهيتيرو بولوسيكرايت. ايه تعريفو? اه بدمولوكيوز اونهدروليسيز زي جيف مونوسيكرايت اند اذر كونباون. عشان كده قلت عليه هيتيرو بولوسيكرايت. مونوسيكرايت زي معه مركبات تانية. فيه انواع منه. من السموع لحسب الرياكشن فيه اسيدك هيتيرو بولوسيكرايت. والامثلة بتاعته مركبات. يا اما سالفر كونتينينج ايه توروبولوسيكرايت. يعني بيدخل الكابريت في تركبها زي ايه? زي ايه? زي ايه? الترمتان سالفيت. الهيبرين. الكندروتين سالفيت. والهيبران سالفيت. الدول حنقولهم ببعض التفصيل عشان تعرفوا دول ايه? لان دولت لهم رول. حاجة زي الهيبرين مسلا حتسمع عليها طول اه دراستك وبعد تخرجك ان شاء الله. لانه بيستعمل بصورة متسعة في التريتمنت بتاع اه كانتيكو اجل وانت المضاد للتغلطات مثلا. اه في نوع مجموعة تانية الصالفيت في ريه كيتيرو بولوسيكرايت بفهمش في الصالفيت. والمثال بتاعها الهيال يورونيك اسيد. وده بالتحديد جزء مهم جدا من اللي بيقش في تكوين المنقول العالمي. يوكو بولوسيكرايت اللي هي بتكون الكنكتف تشوف البوضي كله. اه النوع التاني غير الاسيدك اللي هو النيوترال هيتيرو بولوسيكرايت رياكشن بتاعها الاسيدك ولا بيزك. وده بتدخل في تركيب البلاغ جروب. اه وبعضه الهومانات. البلاغ جروب اقصد بها انت عارفين الماركرز اللي بتحدد البلاغ جروب على الاربيسيز كات اي ولا بي ولا اي بي. الماركرز دي بديدخل في تركيبها النيوترال هيتيرو بولوسيكرايت. وبتدخل في تركيب بعض الهومان زي تي سي اتش او اللي هو السايرويد الساموليتمهورمان. هندي امثلة اللي احنا هنا ده. عندنا الهيال يورونيك اسيد. اه ده فيسكوس سوليوشن. اه يعني كسيف او لازج. الموبود في الكونكتف تشوف. في الساينوفيا الفلويد. الامبلايكا الكورد. كنت تفتشوها لانسجة الربطة او الضمة. ساينوفيا الفلويد ده عبارة عن السائل اللي بيفرز في كل في المفاصل زي زي الكاتف. عشان تسهل الحركة الاعظام مع بعضيها. الامبلايكا الكورد اللي هو الحق السري. طبعا اه الهيدروليسيز بداعه ينتج الاسيطايل جولوكوزامين. والجولوكرونيك اسيد. لو انتم فاكرين حتكلمنا عن جولوكرونيك اسيد ده. لما اكلمنا على الاكسيديشن او الشجر. وزي ما قلنا حيبتدي يدخل في مركبات اكثر تعقيدا يعني. اه هنا بتكلم عن حاجة احنا قلنا ان 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 الهيال يورونيك اسيد ده عبارة عن بيسكوس او لازم. فوجوده بالوصف ده يمنع مرور البكتيريا منه. وبالتالي وجد وتسقط الاسبريدينك فاكتور. عامل الانتشار. ايه عامل الانتشار ده? للانفيزب باور اف سيرتين باكتيريا. يوتو زير كونتينتو اف انزايم. هايال يورونيديس. او قول عليه السبريدينك فاكتور. يعني وجود الهيال يورونيك اسيد بالمميزة بتاعته انه هو لازج بيمنع انتشار البكتيريا. فبعض بكتيريا بتنتجي انزيم خاص. هايال يورونيديس ده بيعمل ديستوراكشن او هيدروليسيز للهيال يورونيك اسيد وبالتالي بتروح خاصية اللذوغة منه. وبتسهل الانتشار البكتيريا. عشان جيبه عليه اسبريدينك فاكتور او عامل الانتشار. اه نفس المسألة دي بتحصل مكان تاني. اللي هي اه انزي هيد اوف سبيرم. بيطلع منها مادة هايال يورونيديس. احنا عارفين ان جزء من العملية اه ان يحصل اه انتري اوفان سبيرم للأوفم. بيسهل الانتري ده اه انه يعمل سيكليشن لهايال يبدو انه هو في الغالب حيكون بيعمل نوع من الازابة او اه استراكشن للهيرونيك اسيد اللي موجود في جدار الاوفم عشان يقدر يعمل البنتريشن ده. موجود زي ما قلنا في سير الهيرونيديس في سيرتن باكتيريا اه هنا الهيبارين. الهيبارين بريزنت في الماست سيلز دي جزء من السيلز المختصة بالاميونيتي. اه انهيدروليسيز تييلز ولوكرونيك اسيد صالفات ومع اه اه ايدروليك اسيد صالفات وكلوكوزامين باي صالفات. احنا قلنا انها كلها من الصالفات اه كنتينينج اه بولوسيقرائيب. ايه وظيفة الهيبارين انتكو ابلينت منع للتقلط انهيبت فاكتور اه اتنين وسبعة وتسعة وعشرة. اكتا ازان اكتفياتور فور بلازمة لايبو بروتين لايبيز انزيم. ده متخصص انه يعمل كليرانس او ريموفل الليبتز اللي موجودة في البلازمة. المادة اللي بعد كده اللي هي الكندروتين صالفات. موجودة في الغضريف موجودة في العظام كشوك ابزوربانت وحنشوف دلوقتي نجد ان من خاصة امتصص للماء. وبالتالي كونها بتبقى ده بيد نوع من المرونة للغضريف والعظام اللي بعد كده ممكن تفقد في لو قلت كميتر الكندروتين صالفات اللي موجودة فيها. انهيدروليسيز لو عمتل لها بريك داون بتاعم بلقى موجودة من ان اسطايل آآ جالكتوزامين آآ سيكسي صالفات ودي جولوكرونيك اسيد. ده مركب تاني من المجموعة دي الكيراتان صالفات. بريزنت في الكورنيع في انهيدروليسيز بتنتج ديجوالكتوز. مع ان اسطايل جولوكوزامين سيكسي صالفات. المركب اللي بعد كده لهو ديوماتان صالفات. بريزنت في الاسكن. في الجلد في الهارت ليس في الصمامات القلب. او في الاستشكليرات او سائي اه 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 الا يطرن ليس ان اسطايل جولوكوزامين الآآ المركب. الاخير وهي غاغران موجودة في البلاسماميران ريسيبتورز. الهيدروليسيز بتاعه بريتنتج ان اسطايل جولوكوزامين سيكسي سالفيد. اه جلوكرونيك اسد. والجالاكتوز. اه هنا هيتكلم عن المركب بيدخل فيه معظم الحاجات اللي هو انها دي اللي هو الجلايكوز امانو جلايكان. بيختصر الجاكس. جلايكوز امانو جلايكان البعض بيسميه ميوكوبوليسيكرايد كمان. جلايكوز امانو جلوكان اصونون اس ميوكوبوليسيكرايد. زي ما احنا بنحظفين ميوكو من ميوكاس حاجزها المادة مخاطية يعني. وبوليسيكرايد اللي هي السكريات المتعددة. نيجاتفلي تشارج بوليسيكرايد كمباوند. كومبوزد او بريبيتين جينجتاي ساكرايد يونيت سات ار بريزنت ان افري ماميليان سيل. الاجريكان. اجريكان كومبليكس جاك. ده نوع من الميوكوبوليسيكرايد او الجلايكوز امانو جلايكان بريزنت في الكارتلش بالتحديد. فورمد او هي هياليورونيك اسد. لونج تشين. اتتشي تو لينكو بروتين. اندو او كور بروتين. جيفن او براش بوتل شيب. او الجلايكوز امانو جلايكان سايد تشين. نيجاتفلي شارج اتراكت ووتر. اندفورمد. او كندروتين سالفات. لونج تشين. اسمول امانو من الكارتين سالفات. دي النقطة اللي انا قلت اعمل شوية على الكندروتين سالفات. ان بتعمل امتصاص الوطر في المولوكيول بتاعها. وبالتالي بتبقى اا اكسر مرونة. دي اللي بتدي المرونة الموجودة في الكارتلش. اه ده الشكل بتاع الاجريكان. مكون من اه اه الحاجة زي البراش بوردر. عاملة زي الفورشة كده. اللي هي من اه اه كندروتين سالفات. فيه لينكنج ببروتين. فيه كراتين سالفات. وفيه هايال يورونيك اسد. اه اللي احنا شفناه ده. ده الشكل بتاع اليونج كارتلش. او الكارتلش موجود في اه اه الاجريكان. اه ان يونج هيومانز. لان فيه تغيير هيحصل ايش. الايفكتوف ايجينج على اجريكان. كيراتين سالفات انكريزس اند ريبليسز كندروتين سالفات. الكندروتين سالفات احنا اتفقنا انه هو اكسر مرونة. فاذا قلل الكندروتين سالفات اللي هو بيبنتص الووتر. وفيه مرونة كافية انه يقلل من تأثير الصدمات على الكارتلش وعالبون. يبتدي يحصل دامج للبون او الكارتلش بتأشير اختفاء ده. كيراتين سالفات انكريز اند ريبليسز الكندروتين سالفات. this leads to decrease in the size of the كارتلش and its collapse. this will lead to gain and the deformities and joint known as osteoarthritis. هنا بيتكلم على بتأشير السن الكندروتين سالفات بي ال اللي هو كان بيقلل نوع من ماصل الصدمات في الكارتلش وبيستبدل بكراتين سالفات اللي ما فيش الميزة دين. ده بيحصل بالتالي بيحصل اه collapse او destruction للكارتلش وبيعمل استر سيريتس اللي عادة احنا بنقول ان فيه خشونة في المفصل. كانت الخشونة منين? كانت الخشونة ان الكارتلش اللي هو عادة بيقلل من تأشير الصدمات اللي بيتعرض لها المفصل. اه بيتآكل يبقى الضغط كله حصل على على العزام اه اه ما يصحبه مبين. اه اه ده بيختم الجزء الاخير من مناقشتنا ليه اه اه الكاربوهايدريت اه كيميستري اه طبيعا ان فيه تفاصيل كتيرة اه 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 تحتاج يمكن انك تسمع المخاطع دي اكتر من مرة عشان تستوعب الاسامي وتعرف في الوظائف الموجودة اه اذا وجدت ان المحاضرة كانت مفيدة ما تنساش انك بتعمل شيرنج لها زملاء اخرين او تعمل لايك انج لان ده بيساعد على انتشار المحاضرات دي الجميع اللي تعمل في هذا ان شاء الله اه اذا كنت ما اشتركتش في القناة للوقت الحالي ما تنساش انك بتشترك بتفعل زر الجرس وبتوصلك ان شاء الله تنبيهات لكل المحاضرات القادمة اه شكري اه تمامكم ارجو نشوفكم على خير في المحاضرات القادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة